الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي دكتورة رانيا وزيرة شطرة ناشطة جداً علاقاتها الدولية متميزة للغاية هي الوزيرة الوحيدة اللي موجودة من المجموعة الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط كل التهنئة ومليون مبروك السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية مليون مبروك السفير بدر عبد العاطي اختيار في منتهى القوة السفير بدر عبد العاطي اختياره احنا رايحين قبل ما اتكلم عن السفير بدر عبد العاطي وزير خارجية مصر ان شاء الله بكرة هو يؤدي اليمين بإذن الله تعالى هو اختيار في منتهى القوة وكل التحيل السيد سامح شكر ووزير خارجية هذا الرجل الذي عمل عن مدار عشر سنوات عمل ضخم جداً للدولة مفاوضات اتصالات لقاءات مواقف قوية جداً عشر سنوات وزير خارجية مصر السيد سامح شكر له وكل التحية على ما اداه من اجل هذا الوطن سافرت مع وزير سامح شكري في تشاد وجنوب السودان شفت هذا الرجل علاقاته ايه الاستقبال بيتم لقاءاته مفاوضات اتصالاته يمكن على مدار واحنا رايحين رحل الطيران طويلة بنتكلم مع بعض في تفاصيل كتيرة جداً وحاجات كتيرة جداً اعلم كواليس كتيرة جداً كنا بنتكلم فيه الكثير من الامور مع السيد سامح شكر وزير خارجية وهي امور زي ان بقول له حالاكم تؤكد هذا الرجل ما اداه للدولة المصرية وما اداه للدولة المصرية وهو سفير بيخدم مصر وهو وزير للخارجية وهو دبلوماسي وهو يعني عمل سنوات طويلة جداً كان مشرفاً للغاية وهو يمثل مصر في كل المحافل الدولية شكراً السيد سامح شكر وزير الخارجية بشكرك على المستوى الشخصي بشكرك على المستوى الوطني بشكرك على ما ادايته من خدمات جليلة لهذا الوطن وانتا تستحق التكريم والتقدير الكبيرين على ما ادايته شكراً سيدة الوزير سامح شكري السفير بدر عبد العاطي السفير بدر اختيار قوي جداً كان خدم فيه إسرائيل خليوا بالحضراتكم مهمة قوي سفير بدر عنده كل ملفات كله تاني بقول له حضراتكم خدم في إسرائيل خدم في واشنطن خدم في الاتحاد الأوروبي ما بين ألمانيا سفيراً لمصر ثم سفيراً في بلجيكا لحد النهاردة لحد النهاردة يعني وسفير مصر في الاتحاد الأوروبي لحد النهاردة بكرة خلاص وزير خارجية مصر خدم في اليابان تاني فالسفير بدر عبد العاطي جمع في مختلف ما بين أسيا وما بين أوروبا وما بين أمريكا وده أمر مهم كمان لما يكون عندك وزير خارجية مصر يجمع في كل هذه التفاصيل وهذه التطورات هو أيضاً سيكون بإذن الله تعالى وزير خارجية في منتهى القوة ابن الدبلوماسية والخارجية المصرية ابن كلية الاقتصاد والعلم السياسية هو خريج كلية اقتصاد والعلم السياسية جامعة القاهرة سفير بدر تربط من سفير بدر علاقة قوية جداً كان متحدثاً خارجية المصرية في وقت صعب جداً بعد 2011 ثم فترة 30 يونيو كانت فترة صعبة جداً سفير بدر عبد العاطي علاقته قوية جداً بالإعلام جداً جداً يتحدث بمنطقة الطلاقة قوي بسم الله ما شاء الله يعني زي ما بقول لحاكو كده وقت جماعة الإخوة الإرهابية وثورة 30 يونيو كان السفير بدر عبد العاطي معبر عن الدولة المصرية ورؤية الدولة المصرية بمنتهى القوة وزي ما بقول لحاكو كان يرد على كل شيء وتاني كان بيبقى معانا هنا على الهواء هناك على الهواء مع حد تاني على الهواء ما كانش يبطل لفع القناة ليه كان مهم جداً دور الخارجية المصرية والمتحدث بالخارجية المصرية يدافع عن الدولة يوضح رؤية الدولة المصرية يفنت كل التقارير كانت كاذبة عن الدولة المصرية لازم السفير بدر عبد العاطي النهاردة نقولي الكلام ده عنه وهو يتولى حقيبة الخارجية المصرية له كل التحية باقتدار شكراً لسيد الرئيس بيختار اختيارات في منتهى القوة اختيار خلي بالحضراتكم في ملفات كده الرئيس هو اللي بيشاور عليها كل الوزراء طبعاً الرئيس كل الوزراء الرئيس طبعاً ولكن في ملفات معينة حقيقة معينة الرئيس بيبقى زين بقوله حاكم كده نعم ايو طبعاً طبعاً الحكومة